السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتتبعين قناة تعليم الفصال والخيطة بالقيد مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد اليوم إن شاء الله سنرى الطريقة كيف نفصله ونخيطه قندورة إفاسي هذه القندورة سنخيطها بالضونتيل وبالنسبة لكمام هذه القندورة سنكونوا لاسقين فيها لا نقطعهم سنجعلهم لاسقين في التوب إذا موضي جيدا نتمنى يعجبكم إن شاء الله بحول الله إذا ننشي هذا التوب ننقيص التوب بالنسبة لعبارة هذا التوب سنجعله 76 سنتيم في الطول وبالنسبة للعرض فيه متر ونصف ننشي هذا التوب طوي على أربعة على الطول فيما ترى الطوب كان طوي على أربعة كما ترى طوي عندي الطوب على أربعة الجهة التي تكون سدودة هي التي تكون جهتي نقض الطوب لكي لا يكون الطوب مجموع بالنسبة للأنواع الطوب يبقى اختياري كل مثل هنا سنترى الرقبة والعنق سنترى سنترى concer مجموع سنترى ونعلّم هذا التراسج LEADERT بالنسبة للرقبة فأنا ينبقى 4 سنتيم بالنسبة ل لعبارة جهة سنترى 11 سنتيم هذا القياس الذي قمت بالنسبة لكم نجعل التوب تقريبا على حسب نجعل قليلا نقص منه نجعله هنا طول القياس نجعله 32 سنتيم بالقياس الكتاف نبط 4 سنتيم بالنسبة للرأس سنجعله 17 سنتيم نجعله هنا ونقلب على الصدر سنجعله 19 سنتيم ونخرج هذا الصدر بالنسبة للأعمار من 4 سنوات إلى 6 سنوات حتى هذه القنطورة تأتي 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 هنا نجعله الكتاف كان طراسي نتمنى الطراسج يكون طيبا نتمنى الطراسج نتمكن تأتي نكمل نتمنى الطرسج بالنسبة للطول يوجد 76 سنتيم تأتي 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 هنا سنجعله 15 سنتيم نجعلها من التحت على حسب التوب ونقلب التوب سنجعله تأتي تأتي ونجعلها ونطلعه 15 سنتيم ونحن نعلم نفعل هذا التراسج لذلك يجبني ونظرها 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 رائعة جدا ونظرها بطريقة الخياطة هنا قياس الذي أخذت هو الذي أخرج في الجهة للصدر يجبني 19 سنتيم نكمل هذا التراسج نبين هذا التراسج الذي قمت دائما فيما يكون نفصل هذا التراسج نجعله لكي تكون العبارات مضبوطة كما ترون هنا نقطع الرقبة لما يفهم شيئا اكتبها في التعليق وأنا سوف نجعله أي سؤال للخياطة يكتب لي السؤال في التعليق سوف نقرأهم ونجعلهم هنا نقطع الكتف الكمام الطول أنا نظر مع التراسج كما ترون هنا سوف ندخل لكم تصدر لا تنسوا لايك في الفيديو اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس لكي يوصلكم الجديد ان شاء الله يحول الله لا تنسوا الفيديو مع الناس الذين يهتمون بميدان لتفصيل الخياطة لكي يستفيد الجميع ان شاء الله يحول الله هنا نقطع 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 هذا التراسج الذي يقوم بها كما ترون معي تأتي ايضا من المتحس كثيرا طريقة سهلة كثيرا كيف نفصله بها نظرها ما سوف نقوم سوف نقوم بها سوف نقوم بها جهة الأمام سوف نقوم بها على جهة الخلف سوف نقطع الهيئة نقوم بها وضروري نحن ندوم وضعوا الهيئة وعندما تنسوا وضعوا جهة الخلف يحتاجك نعود أن نقوم بها توقف 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 لكي يكون توقف توقف سوف نقطع طريقة سهلة هنا بالنسبة لهذا الخدمة بالنسبة لهنا سوف نهوض واحد شوية لأن العبارة 1-15 سنتيم يبقى اختياري هذا 15 سنتيم لكي نفتح العمارة للدونتيل لا نفتح هذا العبارة سوف نفط من تمام غير سوف نعود الرجاع كما تشاهدون من التحت تأتي عريضة ومن التحت من الفوق تأتي مجموعة كما تشاهدون الكمام الكمام يبقى لاسقين في التوب كما تشاهدون طريقة سهلة ورائعة جدا قطعة التوب صغيرة كما تخرجون منها قندورة من البنية الصغار سوف ندوز المرحلة الخياطة سوف نرى الخياطة كيف نقوم بها هنا نقوم بها نقوم بها على وجهة التوب لماذا؟ حيث سوف تكون مغطية مغطية بالضنتيل لا سوف تأتي بها سوف نخيط هذا هو المكان الذي سوف يدوز منه بالضنتيل بالنسبة للضنتيل سوف تكون اختياري تكون له لكن لا يصير تكون كما تعني يبقى من الضموذج كان ذكر سوف نقوم بها لين تبينوا حتى انها تحتاج من هذا الطوية كما تحكم خيط من الآن لم çePod قمت بتشربه بثافه حتى يجب مبون بيه و الكل عود تاني لكي نتوب كي تيري لا تقصنى لكي نقطع الكل يكون كبير نديره بحسب الكل برعه كي تيري نضربه لكي نقص بشوخه كي تيري يلا كي يجينا في القياس دياله اما لكي نتوب واقف سوف نفصله عادي سعاد القياس التي نريده نحن نقيسه هنا كان هبط ذيك ال 15 سنتيم الليدرت كان قلب هذيك الدونتيل بالنسبة الاشكال ديال الدونتيل ركاين موجودين بزافه رغم بكي تباعه عند ملحرير سير عند ملحرير سوف يوريك الاشكال ديال الدونتيل واعزل اللي بغيت كل دونتيل اللي عريض كل رقيق كل مواسط اشكال بزاف مختلفة كل واحد والدوق دياله يمكنك تعزل الاشكال اللي بغيته هنا كنمشي كننصباط وكننظر وكننكمل كنطلع احترال الكل كنخدم كنصباط كنصباط كنخلي هذيك الليبرة كتكون نازلة باش هذيك الخياطة كتبقى راسية في المكان دياله كنكمل الخياطة قتجي واعرة هذي القندورة كما قديتشوفوا معي نضير ارطمو كنقطع هذيك الدونتيل هنا كنجي كنطيعها تمشي تنخيط رو كنظر احترال الطوية تماما في هذيك قنات ديال الكل اي حد عنده شئ سؤال او الخيطة مرحبا تبليه السؤال في التعليق ان شاء الله بيحوله هذي الموضيل هذي انا بغيت نشاركه معاكم يطلع رائع جدا كنطوي نفس الطريقة اللي طوت بها هذيك الجيهة اللولة كنطويها بها الجيهة الثانية باش كي يجيني الكل نفس الخدمة كي يجيها هذي كي يجيها الاخرى نضير ارطمو بالنسبة لهذا الموضيل هذي انا غديش نضير في الكل ما غديش نضير في الكمام وفي التحت سنقوم بإمكانه غير موضيل نضير في الناس اذا كنا نقوم بسراج نضير في الناس لنقوم بسراجت لنقوم بسراجت قوم بسراجت بالخيطة يجيصوني للداخل نضير في الناس نضير في الناس ونضير فكرة ما تكون من الفوق ونقوم بشياء الكتاف مضروري في البداية الخياطة وفي النهاية لكي لا تتحرش هذه الخياطة يأتي المتقاد من نفس القياس من نفس الطريقة مضروري نكمل الخياطة في الكتاف هنا الخياط ضروري في هذه الخياط نفس الطريقة هنا نقوم بتغليل كما سبق لو أتكرت إذا كان لدينا سرجي نقوم بتغليل طوية واحدة إذا لم يكن لدينا سرجي نقوم بتغليل طويات لكي الخياطة لن يخرجوا من الطوب هنا نجمع بالنسبة للجنب نجمع مرأس ونبقى هابط دائما سنتيم في الخياطة دائما نقوم بتغليل سنتيم الخياطة ونقوم بتغليل سنتيم وهذا ما نقوم بتغليل في الخياطة كما تشوفه هنا نضرب الأغلي مجي من الأسف إذا كانوا تطرق الناس الدونتين مجي مشكل يبقى اختياري بقيتوا تطرق الناس من الأسفل بالنسبة لي أنا نقوم بتغليل أغلي هيا أولا فرأس لكم دائما تقدم دائما كما تشوفوا معي هذا هو الشكل النهائي قندورة دينا إفازي تجي على أيضا من التحت من الفوق تجي مجموعة نتمنى يكون الفيديو ديال اليوم يعجبكم و نتمنى تكونوا استفتوا من هذا الدرس لا تبخلوش عليها بلايك الفيديو سال الله تبارك الله عليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته